أكد بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري دعم بلاده للمخطط المغربي للحكم الذاتي وعملية الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء وأشهد في لقاء حصري لقناة ميديان تيفي أجرته معه الزميلة خديجة إحسان أشهد بالجهود الجادة التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل سلمي ودائم لهذه القضية لقد سبق وأنهبرنا عن موقفنا إذا هذه القضية بشكل كتابي عندما زرت السنة الماضية نظير المغربي ناصر بوريطا قمنا بنشر إعلان المشترك مغربي هنغاري والذي بمجب تدعم هنغاريا المقترح المغربي لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء بمجب أيضا أعربنا عن ترحبنا بالجهود الجادة التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء بفضل مقترح الحكم الذاتي المغربي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى نهاية الصحراء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة